بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً فيكم في ترس جديد دروس التربية البتنية والدفاع النفس ترسنا هذا اليوم هو ضبط الفعلات والتحكم في أثناء المارسة النشاط الرياضي معكم أستاذ بدر ناصر الفيت كما تخفي ترسنا يا أبطال نبغى نستعرض مع بعض أهم الطلبات مارسة النشاط البتني الراحة الكافية الراحة الكافية مهمة جداً أثناء مارسة النشاط البتني لماذا ذلك يستعيد جسم طاقته وحيويته وساعدنا تعدية النشاط البدني مرة أخرى وممارسة بإتقان وعدم الشعور بالتعب كذلك التغذية السليمة الغذاء مهم جداً لماذا مهم يا أبطال؟ أحسنتم لكي يمد جسم بالطاقة كذلك ساعدني على تقوية الجسم وتأدية النشاط البدني بشكل صحيح الزي الرياضي المناسب والحذاء المناسب أثناء مارسة النشاط البدني لابد من توفر الزي الرياضي المناسب لهذا النشاط البدني كل رياضة من هذه الرياضات تحتوي وتطلب على زي رياضي خاص ساعدني على داء النشاط البدني لتحقق أهداف هذه الرياضة ألعاب القوة لها زي رياضي خاص وحذاء خاص كرة القدم أيضاً ويختلف الزي الرياضي باختلاف أحوال الطقس من مدينة إلى أخرى الزي الرياضي في الأماكن الباردة والممضلة بعد ذلك يا أبطال المكان المناسب والآمن عند تأدية النشاط البدني لا بد من توفر مكان مناسب مناسب لهذا النشاط البدني وآمن حيث تتوفر فيه عوامل الأمن والسلامة ممارسة كرة القدم المكان المناسب لها ملعب كرة القدم يحتوي على مرمى بكل فريق هل ممكن ممارسة كرة القدم داخل غرفة الطعام غير مناسب وكذلك غير آمن هل ممكن عمل سباق الدراجات في طرقات الممرات غير مناسب وغير آمن بعد ذلك يا أبطال الإحماء ما هو الإحماء أحسنتم هو تهيئة الجسم مدى النشاط البدني ممتازين عن طريق عمل بعض التمرينات هناك أحماء خاص وأحماء عام الأحماء الخاص يكون مخصص للياضة معينة والأحماء العام لكل الأنشطة البدنية فهذاك شرب الماء قبل وأثناء وبعد النشاط البدني لماذا شرب الماء مهم يعوضني السواء المفقودة أثناء تأدية النشاط البدني عند تأدية النشاط البدني يقوم الجسم بتبريد الجسم والحفاظها على درجة حرارة الداخلية عن طريق عملية التعرق فشرب الماء مهم جدا لهذه العملية طيب يا ابطال أنا في المكان المناسب والزيارياضي المناسب مع بعض نبدأ في تمريل أول لعمل الأحماء المناسب المشي في المكان تمريل استعد ابتدي 1 2 3 4 مشي 2 3 4 سنت 2 3 4 ومتاز 2 3 4 سنت 2 3 4 سنت 2 3 4 سنت 2 3 4 متاز 2 3 4 سنت 2 3 4 مشي 2 3 4 سنت 2 3 4 سنت مشي 2 3 4 سنت 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ناخذ نفس مرة ثانية ابطال أحسنتم أحسنتم التمرين الثاني ضرعين في الوسط ثانية جدها اليمين في أربع عددات والشمال في أربع عددات التمرين يستعد يبتد يمين 2 3 4 شمال 2 3 4 اضغط 2 3 4 ممتاز 2 3 4 ممتاز 2 3 4 اضغط 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة رفع ذراين أصبح خفض التمرين الثالث أبطال ترجع المرافع دوران الذراع من الخلف إلى الأمام يستعد التمرين الرابع وماثل التمرين الثالث ولكن اختلاف تجاه دوران عجل الرف ومستعد 1 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 ممتاز 2 3 4 حسنت 2 3 4 آخر مرة جماعة رفع رفع خفض التمرين الخامس والأخير رفع الفخض المستوى الحوض مع تبادل رفع الفخضين واليد المعاكس للفخض تحاول لمس الفخض أثناء ارتفاع المعاكس 2 1 2 2 أحسنت 2 فوق 2 ممتاز 2 أحسنت 2 فوق 3 1 1 3 4 4 5 6 7 7 7 8 9 10 11 12 13 14 14 14 15 15 23 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 30 32 31 32 33 34 36 36 37 38 39 39 40 30 30 31 31 32 32 34 34 35 37 38 39 39 39 40 40 41 30 40 story 39 42 42 43 46 45 الآن يلا يبطلنا نكون مع بعض نسوي جمب نشوف أعلى واحد أعلى واحد يقفز فينا بيكون فيه شعور ماذا؟ سعادة وفرح هذه الفعال لماذا؟ ردت فعل ليه؟ لأنه كان أفضل شخص يقوم بعمية القفز إلى أعلى هل هذا؟ نقول له ممتاز وأحسنت ولكن زملائك إن شاء الله يتطورون ويتحسنون ويحاولون يصيرون إلى نفس المستوى الذي أنت وصلت إليه الآن طرق السيطرة على هذه الفعلات استخدام التحفيز الذي توقفناه قبل قليل أنا أحفز زملائي سواء المجتهد الذي يتقن المهارة أو الذي حاول يتقن المهارة ولكن لم يستطع أنا أحفزه بالطريقة الصحيحة أي أدعمه بالكلام وأصحح له أخطاءه لكي يتطور التدليق للجسم شاعد على استرخاء والتصفية الذهن والرجوع لحالة الطبيعية بعد الإنفعال سواء الفرح أو الحزن الإعداد النفسي الإعداد النفسي ما هو الإعداد النفسي أبطل؟ الإعداد النفسي هنا كنت تهيئ نفسك لهذه المهارة أو هذه المنافسة الإعداد النفسي مهم جدا في جميع مراحل الحياة الإعداد النفسي مهم في اختبارات الإعداد النفسي مهم إثناء ممارسة الجهازة الآن يلا يا أبطال يقول لكم اليوم عندنا مهارة الدحرج الأمامية كيف نعدي نفسنا لها؟ الإعداد النفسي لهذه المهارة أنا أقرأ عن هذه المهارة أبحث عن هذه المهارة أتابع فيديوهات لهذه المهارة كل هذه تساعدني علىها ماذا؟ إعداد النفسي طرق التغذية والتشجيع المستمر أسباب الانفعال الرياضي إما الخبرة السابقة وهي نقص الخبرة السابقة بحيث أن أنا لم أستطع تأدية هذه المهارة بشكل جيد لماذا؟ لأن هذه الخبرة جديدة علي فكل من له خبرة يكون أفضل في تأدية هذه المهارة نوع المنافسة إن المنافسات القوية غالبا ما تتخلى لها انفعالات حادة أما المنافسات الودية والمحلية فتكون المفعالات فيها معتدلة وعادية نوع الإعداد النفسي للعب الفرد الرياضي عندما يكون إعداده النفسي جيد في مرحب التدريب إن أحكس ذلك إيجابيين على سوري وكه وانفعالاته فوائد الإنفعالات في النشاط البدني تساعد في قدرة الفرد على بذل المزيد من الجهد تساعد الفرد على استمتاع بوقته تساعد على المزيد من التفاهم الاجتماعي بين الأفراد وتساهم في الفهم المشترك بينهما عن طريق التعبير المصاحبة لهذه الإنفعالات لا يستطيع الفرد أن يحيى بدون الإنفعالات مظار الإنفعالات تؤثر على العمليات العقلية العليا كالإدراك والانتباه والتذكر والتفكير من المظاهر أهم المظاهر الإنفعالات قد تسيطرها يعني تخليك ما تقدر تسيطر على أفعالك وكذلك تفقد الهدف من هذه المنافسة التراكم المستمر إحدى الإنفعالات ويصحبها من تغييرات فيسيولوجية قد ينشأ عنها بعض الأمراض كتفادقة الدم وبعض الأمراض الخاصة بالقلب أو ميل السلوك العدواني الزيادة في الإنفعالات الغضب يصير عندك أنت إنسان عدواني ولا تتحمل أي إنفعال آخر طيب يا أبطال الآن لو قلت لكم بعض ما هي فوائد الإنفعالات؟ أحسنتم تساعدني على تطوير مستوي هذا من أهم فائدة وكذلك الفعالات السارة تساعدني على التعامل مع الناس بأرياحية تحكم فيها مهم جداً لماذا تحكم في الفعالات مهم جداً؟ أحسنتم لكي أتطور أتطور في المهارة وفي النشاط البدني إلى هنا وصلنا نهاية الدرس لهذا اليوم أشكركم من حسن استماعكم كان معكم أستاذ بدر ناصر الفهد تحكم في أدنفعوا مستوي لنصر الفهد هل أن تساعدني على تطوير المهارة؟ لكي أتطور في أدنفعوا مستوي